بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب نبدأ مع بعض الجزء التاسع والأخير من الفصل الأول لمكرر نظم التشغيل طيب نبتدي نكمل مع بعض النبذة التاريخية اللي احنا بدأناها وقعدنا نتبحى مع بعض خطوة خطوة لغات مواصرنا لمرحلة تطور كبيرة مش كده ولا ايه تعالوا نشوف مع بعض هننتهي بايه في الفصل ايه دوت نشوف مع بعض بنقول آخر حاجة بقى هنوصل لها ان شاء الله الانظمة الموزعة ما معنى كلمة انظمة موزعة يا جماعة يعني انظمة متبعدة عن بعضها البعض لكن تقدر تعمل كومينيكات يعني يقدروا اتصلوا مع بعضهم البعض معايا جميل وكل نظام له اتسو اون مموري يعني كل نظام منه له الزاكرة الخاصة بيه هو والسورس بتاعته والموارد بتاعته اوكي يبقى نقول مع بعض distribute the computation انظمة موزعة بعيد عن بعضها البعض كل واحد بيعمل الكمبيوتشنز بتاعته حساباته وكل واحد له المموري والموارد بتاعته جميل وبتصلوا مع بعض بس عن طريق بقى communication lines خطوط اتصال تمام وعلشان يتصلوا مع بعض بسرعة محتاجين ايه جماعة محتاجين high speed buses يعني ايه مسارات ذات ايه سرعة عالية او phone lines او خطوط تليفون تمام تمام اذا متوقعين بقى ان ال structure بتاعها او تركيبها يكون مثلا على سبيل المثال client to server خادم عميل وطبعا المصطلحات ديات بدأنا نعرفها قريب يعني ايه client server الخادم العميل طيب وايه كمان ها وكمان bear to bear الوان ند للند او اللان اللي هي في المساحات ال ايه الديقة او الوان في المساحات ال ايه الواسعة شبكات ذات مساحات واسعة طيب يبقى احنا وصلنا دلوقت المرحلة ان احنا بدأنا نتكلم عن distributed system الانظمة الموزعة وانا عايزك تتخيل معايا بقى انظمة موزعة ويه بتتكلم مع بعضها البعض محتاجة نظام تشغيل شكله عامل ازاي فكر كده وحاول تجاوب مدى تعقد نظام التشغيل دلوقتي بعد ما بدأ ايه resident monitor مراقب مقوم قاعد في الممر بس يرائب دلوقتي شوف هيعمل ايه ده كمان بيتكلم مع انظمة متبعدة وبدأتصل مع بعضها بخطوط اتصالات او خطوط تليفون طيب ده رقم واحد في الجزء الخاص بتاعنا طيب رقم اثنين بقى اللي هو clustered systems الانظمة العون كودية وبيقول بقى الانظمة العون كودية هي عبارة عن انظمة متعددة لكن متشاركة فين بقى جماعة متشاركة في التخزين وبرضو مرتبطة مع بعضها البعض linked من خلال شبكة اللان طبعا انتوا عارفين شبكة لان معناها ان الشبكة الديقة اللي هي في نفس المنطقة الجغرافية انتوا عارفين الكلام ده طبعا طيب وبرضو الكلستر system تتكون من clustering بس symmetric وclustering ثاني asymmetric يبقى اذا انه عين بتوحها symmetric clustering وايه واسي symmetric clustering ايه الفرق ما بين symmetric clustering وال asymmetric clustering على فكرة كلمة symmetric واسي احنا مش اول مرة نشوفهم صح احنا عارفين ان كلمة symmetric معناها المتشابهة والاسي symmetric معناها الغير متشابهة وانا عايزك ترجع كده مع بعض البرض اللي فات وتشوف احنا خدناها فين قبل كده واعتبر ان ده سؤال او assignment كده حاولت ايه تنفزه انت خدت كلمة symmetric واسمترك واسمترك امتا طيب نكمل كلامنا ونقول كلمة symmetric اللي هو الانزمة العنقودية المتشابهة والاسمترك اللي هو الانزمة العنقودية المتشابهة اللي غير متشابه طب يعني ايه نظام العنقود المتشابه بيقولك ايه بيقولك كل النظام الانزمة اللي مشاركة في في التعامل مع بعضها البعض بتنفذ applications التطبيقات simultaneously في 1 as a sim وكل واحدة بترائب بعضها monitor each other اوكي يعني فيه منعني symmetric عدد من التطبيقات بتنفذ في آنين واحد وبيرقبوا بعضهم البعض طب الاسمترك بيعوا برعان يا جماعة بيقولك ايه بقولك one machine machine واحدة بس بتتنفذ والباقي لا waiting يستنى يعني ما بيسمحش ان كل يتنفذ في وقت واحد اذا one machine runs other monitors بيرقب and and waits وينتظر اوكي بتنفذ كل البرامج في وقت واحد والتاني ايه واحدة بس برنامج مسموح لبرنامج واحد بس يتنفذ والتاني ينتظر طيب نكمل كلامنا ندخل بقى على real time systems real time systems اللي هي الانظمة ايه الوقت الفعلي الوقت الحرك real time الوقت الفعلي يعني ايه وقت فعلي يعني انظمة لازم تنفذ مهمها في وقت محدد وزمن محدد غير كده النظام ممكن يفشل ايوه فعلا يفشل زي ايه زي انظمة لابد انها تنطبق عليها ايه اجراءات وشروط ولابد ان تنفس في نفس التوقيت ده حالا دلوقتي تمام زي ايه زي انظمة التحكم control مثلا of course scientific cyber اللي احنا هنتحكم فيه تجارب عالمية زي medical imaging system لو نظام medical medical نظام طبي بيلتقط صور او industrial control system او حاجة ايه انظمة بتتحكم في الصناعة طبعا مدام فيها تحكم يبقى موقف حرج يا جماعة لازم تتم دلوقت لازم تتم حالا مش كده لازم العملية بتاعتها تنفس في الوقت ده عشان كلا يسموها real time systems في نوعين منها hard real time systems و soft real time systems hard real time systems معنىها critical task لا ده لو المهمة دلوقتي ما تنفزيش حالا دلوقتي حالا ممكن يحصل مشكلة تمام بيسموها critical task must be complete لازم تنتهي المهمة بتاعتها in specific time في وقت in specific time ايه في وقت محدد واضح اوكي انا عايزك بس تتخيل نظام التشغيل بقى مدى تعاقده يبقى عمل ازاي مدى الكمبيليكست بتاعته عامل ازاي معنى واحد لازم ينفز في وقت واحد وقت تحارج طيب معنى النوع الثاني soft real time system ده ممكن يسمح بشوية وقت كده في الدليل لكن ايه لكن على حسب ايه priority لكل task حسب اولوية كل مهمة هو هيخدمها معنى برضو هو critical task بس بايه بpriority باولوية ممكن يدخل ايه task قبل task تانية في التنفيذ يعني في دليل شوية جميل يبقى احنا انا بس عزفا من حتة دي ان real time system ظهرت وانا عايزك تفكر ايه اللي ممكن يحصل لنظام التشغيل طبعا اللي هيخدمها جميل اخر حاجة طبعا انتم عارفينها كلكم الى hand held systems الانظمة المحمولة في الايد اه زي الجوالات دلوقتي الحديثة اللي احنا عارفينها مش كده الحاجة اللي بتبقى ممسوكها في الايد وتقدر انت ايه تستخدمها في الاتصال في كل حاجة ده حتى الجوالات الحديثة دلوقتي دلوقتي فيها كل حاجة يعني ممكن تقول انها كمبيوتر متنقل مش كده ولا ايه برضو تخيل نظام التشغيل بتاعي بقى عمل ازاي معايا اه وفي الحالة دي جماعة ازا ما اتفقنا هو زي instular phone اللي هو انظمة المحمولة معايا بس يخلي بالك بقى الانظمة المحمولة طبعا فيها limited memory مساحة محددة وسلو processors اقل processor بطيقة دلوقتي البرو مش سريعة wireless transfer سفر وبتلقى عن طريق wireless شبكات wireless small display screens ما انتم عارفين طبعا الجوالات اللي هي ايه حجم screens بتاعتها او حيزها بسيط مش كده جماعة طيب انا برضو عايزك تتخيل الهاند هيلد سيستم نظام التشغيل بتاعي بعمل ازاي يبقى احنا وصلنا جماعة لتطور في الكمبيوترات تطور في الحاسبات وليها معاها برضو تطور في انظمة التشغيل ان شاء الله الفصل القادم نتكلم بقى بالتفصيل عن مكونات نظم التشغيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته